السلام عليكم مرحبا بكم اخواتي اخواني في قناة عالم هيبا اذا اول مرة تزوروا القناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها الشعر المجاعد الشعر الجاف الشعر يعني الفريزي شعر خشن خشن جدا يعني واقف هكذا مثل نقول باللهجة الجزائرية اجاكس يعني هذاك ناشف جدا جدا مجاعد يعني ناشف التي تحلم ان يكون عندها شعر مرتب مملس ناعم تستعمل هذا الوصفة وتداوم عليها لح تعطيها النتائج ممتازة فيها مكونات طبيعية تغذي الشعر وتجعلها ملساء تابعوني اخواتي مع مكونات هذه الخلطة وطريقة لاستعمال عدنا اولا زبادي طبيعي زبادي طبيعي هذا ملعقتين الزبادي ممتاز في ترطيب الشعر جربوه لن تندمو لكن شرط ان يكون طبيعي نحتاج الى ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الرفيع معنى زيت الزيتون البكر هي التي تنتج من العصرة الاولى في المعصرة هي صحية للجسم والبشرة والشعر زيت العود باللغة المغربية زيت الزيتون البكر ممتازة والتي ما عندهاش تستعمل زيت الزيتون عادية ونضيف كذلك ملعقتين كبيرتين من العسل العسل الطبيعي حتى الذي يبعث المحلات يكون يعني نسبة مئوية عالية هذا نسبته مئة بالمئة عسل طبيعي ونخلط المكونات جيدا حتى نتحصل على كريمة ممزوجة قومي بدهني على الشعر كامل وبعد ذلك قومي بعمل مصاج للشعر كأنك هكذا مصاج للخصل جيدا ودلي كيف روة الرأس كل هذا في مدة كذا عشر دقائق ثم غضي الشعر ببلاستيك غذائي هكذا وبعد ذلك أتركيه لمدة نصف ساعة يعني ثلاثين دقيقة واخسلي شعرك عادي بالشامبو والبلسم يقرر هذا المص كمرة في الأسبوع أو مرتين ممتاز ممتاز في ترطيب الشعر المجعد الشعر الجاف الشعر يعني فريزي نسموه الشعر فريزي الشعر المجعد الناشف جدا جدا سواء عند الأطفال أو عند الكبار هذا لجميع شرائح العمر نساء ورجال وشباب وأطفال وشيوغ يعني الكل نتمنى تجربوا هذه الخلقة لأنها فعلا ممتازة وتعطي نتيجة رائعة وتكتبوا لي آراءكم في التعليقات إذا أول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها نشكركم حبيبتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على الانضمام إلى قناتي إن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم شكرا بزف بزف وإلى اللقاء سلام